ظهور مرتضى منصور ورسالة لرئيس عبدالفتاح السيسي وحكاية عودته لنادي الزمالك والغندور ينقلب على المعزول وتفاصيل بيع بيرامدز واخبار الاهلي وحكاية تأجيل صفكة جاستن سرينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزيزي ومشاهدين في كل مكان فيديو جديد وحلقة جديدة معكم محمد رفعت حلقتنا النهاردة ان شاء الله في الجزء الاو من الحالة هنتكلم فيه عن كل اخبار النادي الاهلي كالعادة هنتكلم عن بيع بيرامدز هنتكلم عن اخبار النادي الاهلي هنتكلم عن حكاية تأجيل صفكة جاستن سرينو في الجزء التاني من حلقتنا هنتكلم عن اخبار نادي الزمالك هنتكلم عن مرتضى منصور وظهور مبارح ورسالة ورئيس عبدالفتاح السيسي وندأ منكسار مرتضى منصور مبارح في الفيديو وهو بيكلم الدولة هنتكلم كمان في الجزء التاني عن حكاية عودته للزمالك وخالد الغندور انق بمبارح على مرتضى منصور. لكن في البداية نبدأ الحلقة زي ما احنا تعودين دايما بصلاح سيدنا محمد. عليه وافضوا يا صلات والسلام في الكومنتات. ما تلاعدوا سلايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وفعل جرس التنباتش وصلاك الشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة وطعا نبدأ حلقتنا من اخبار النادي الاهلي. الكابتن سيد عبد الحافيز مدير الكرة في النادي الاهلي يعلن تحسن حالة وليد سلمان ونأمل في سلبية مسحته الجديدة والاهلي يعلن رسميا خروج وليد سلمان من المستشفى واقتراب تعفيم الفيروس كورونا. كمان النهاردة اليو ديانج ليعود لتدريبات النادي الاهلي بعد تعفيم من كورونا والاتحاد السكندري النادي الاهلي عرض علينا ضم اليو بدجي لكن مستوى لم يلقى قبول لدينا. كمان خالد علي المنصق العام لفريس اندانز الجنوب افريقي. هدف مسيماني الاول مع النادي الاهلي هو الفوز بكأس العالم للاندية. كمان طاهر محمد طاهر الطموح موجود في الاهلي مش موجود في اي حتة تاني. كمان سيف زاهر على تويتر على مسئوليتي الفترة القادمة ستشهد فتح صفحة جديدة بين العملاقين الاهلي والزمالك وخاصة هيكون في تعاون في مجال الصفقات. كمان النادي الاهلي يفعل عقد مسيماني رسميا بعد الفوز بافريقيا. والخطيب يدرس تعديل عقد بتس مسيماني مع النادي الاهلي ليصبح تلات سنين بدل من مسيمين. كمان النادي الاهلي يجمد المفادات مع بخصوص صفقة جاستن سرينو الى عناير وتلاتة مليون هتحسم الصفقة للنادي الاهلي. كمان كهرباء وليد سليمان كان سيصنع الفارق مع النادي الاهلي امام الجيش والزمالك ومسيماني يكتمع مع الجهاز المعاون له في النادي الاهلي من اجل وضع خطة للاهلي المرحلة المقبلة. كمان الكابتن احمد شبير. على تويتر في رسالة ليه جماهير نادي الزمالك. مش هو دل فاري اللي كان طلب جماعة عليه. وكانوا بيرهنوا ان الحق هيرجع لصحابه او الحق رجع لصحابه الزعلانين له. كمان بتس مسيماني اتمنى ان يمنحني جمهور النادي الاهلي لوقت الكافي لتطوير المستقى وتكرار انجازات جيل تريكا خلال المرحلة المقبلة. كمان عم حارس تصراحات تلفزيونية عمري ما هسيب الاهلي حتى لو حصلت على العرض باربعين مليون جنيه. حب الاهلي لا يقدر بأي سمن. بدأت مشوار في الاهلي. وانا عمر اتناشر عام وكان الراتب بتاعي تلاتة جنيه. دلوقت وصل الراتب بتاعي لاربعة تلاف سبعمية وخمسين جنيه. كمان عمري جناني يكذب اعلام مرتضى منصور ويكذب اعلام اسلام صادق. الفيفا لم يسأل على حل مجلس مرتضى منصور وعزم منصبه. اكد عمري جناني رئيس الاتحاد القرى انه لم يصل الاتحاد القرى اي خطاب بشأن مجلس ادارة نادي الزمالك بعد قرار حله من وزير الشباب ورياضة مشددا ان كل ما تم تدوله في الساعات الاخيرة لاس له اساس من الصحة. كمان مفاجأة مدوية بيع نادي برامز. ده قرار صحفية تؤكد انتهاء الصفقة رسميا وبيع النادي لمجموعة سيت كلاب الاماراتية وان سلم الشمس بيع النادي بالفعل وحلال مش هو المالك للنادي وقريبا سيتم الاعلان الرسمي عن نادي برامز. وان بقى بتاكد ان تغيير شعار نادي برامز اصبح قريب من شعار ان ديت مجموعة سيت كلاب الاماراتية وان النادي خلاص اصبح ملك لي المجموعة. كمان ممضوع اييد فخور باطلاق شعار جديد لنادي برامز وهدفنا بناء جيل مصر. وشعار برامز الجديد يا تماشى مع طموح النادي. كمان محمد فاروق برامز برامز يخطط باللفوز بجميع البطولات في الموسم المقبل. واليوم برامز او امبارح اسف برامز اعلن رسميا التعاقد مع احمد الشيخ لعام العشرين ثلاثة وعشرين. كمان محمد الشيناوي امبارح في تصراحاته منويل نيير من اكتر الحراس اللي بحبها ولولا اني في الاهلي وهلع في كاس العالم الاندي ما كنتش هشوفه. كمان الشيناوي هدفش كبالة جميل رغم انه سجل فيها وما كانش ينفع نخسر من الزمالي. كمان عمرو السلية. الشيناوي من افضل حراس في القرى الافريقية وفارق معنا كتير بقى له سنتين. مستوى بيزيد وهو القائد بتاعنا وفي اي وقت بنتطمن لو فيه هجم خطر. ودايما واسقين فيه في ظهره دايما وكلنا بنجتهد علشان النادي الاهلي. كمان محمد مجد افشا الشيناوي هو القائد بتاعنا واخ كبير لنا. والشيناوي برا ملعب اخ كبير دايما ودايما بيتحدث معنا وانا بحبه وكنا متضربين على رقلات الجزاء قبل نهاي كاس مصر والشيناوي حارس كبير ودايما بيشنا وفي التدريب ببقى مركز جدا وانا بشوت على الشيناوي. كمان ميشين يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. الشيناوي الشيناوي اسف يمكنه اللعبة بسهولة في اي نادي في اوروبا لكنه الان في اكبر نادي في القرى الافريقية. وهو لا يقل عن اي فريق في اوروبا فلماذا يفكر في مغادرة النادي الاهلي. كمان عماد فتحي في طريقه لمصر المقصة بعد طلب رسمي من الكابتن اهاب جلال. كمان في الجزء التاني من حلقتنا. واغبار نادي الزمالكي معنا النهاردة. تعالوا نبدأها بمرتدى منصور. مرتدى منصور في تصراحات مبارح الوزير ليس من حقه حل مجلس الادارة وفقا للقانون والحق فقط لاعضاء الجمعية الاممية وفقا للقيحة وكان لابد من ارسال المخالفات للنادي والرد عليها خلال الشهر وهذا لم يحدث. بيتم حاليا الاستلاع على اوراق النادي وما فيه المخازم من كبر رجال ممضوع حباس. وقول لي سيادة النائب العام هبرق نفسي ازاي من الاتهمات وممضوع حباس استولى على المستندات التي منشأناها تبرئتي وتبرئة مجلس الادارة. محدش يقول لي ان المستشار احمد البكري هو اللي بيديري النادي اللي بيديري النادي في الوقت الحالي هو ممضوع حباس ورجع كل رجالته. كمان على اي اساس بتفصل ناس في النادي وتعين ناس وانت لجنة تيسير اعمال. ده مش من اختصاصك انك تعين او تطرد. وانا الاخر اللحزة كنت بحافظ على فلوس نادي الزمالك واخترت شركة بفسخ التعاقد علشان عليهم مية وحداشر مليون جنيه متأخرين ولم اه ما ردوش عليا وما ردوش على الجواب. بعدتلوا مع تليفوناتهم ان فسخت التعاقد ويحق لي التعاقد مع شركة تانية. المية وحداشر مليون جنيه مستحقات الزمالك عند الشركة الرأية كنت هجدد بها عود اللعيبة بالاضافة للصفاقات الجديدة. يا سيادة الرئيس انا من ساعة حوار رئيس الوزراء وانا بتفرم انا وملايين الزمالكوية وعلشان قلت الرئيس الوزراء انت مين كان تلكيك علشان يفرموا بيها مرتضى منصور. انا الفترة انا الفترة اللي فاتت عملت لنادي الزمالك نادي عالمي. وجبت افضل صفقات وجبت افضل لعيبة وعملت كل جهدي لاسعاد جماهي النادي الزمالك وربنا اسمه العدل وبازن الله هينصرني لاني صاحب حق. بقول لجمهور الزمالك ولعيبة الزمالك. الزمالك مخسرش. في نهاية افريقيا قدام النادي الاهلي. انما كان في مؤامرة لما حكم الفار اتغير قبل المطش وضربتين جزاء ما تحسبوش. كل ده علشان مرتضى ما يقفش على المنصة ويرفع كاس افريقيا وساعتها يبقى الجمهور ارفان منه. وتعرفوا تشلوه لكن جمهور الزمالك واعي وفاهم. وتوقيتكم كان سيء وغير موفق. وربنا اسمه العدل وبازن الله هينصرني لاني صاحب حق. انا متأكد ان لما سيادة رئيس الجمهورية يشوف الفيديو هينصرني وهينصر الحق وهينصر جمهور الزمالك ومرتضى منصور لاني من خلال مقابلتي لي كزا مرة اكد لي انه بترعب من ربنا فربنا هينصر الحق. دي كانت رسالة مبارح من مرتضى منصور في الفيديو لو نشروا مبارح بعد فترة غياب. كمان من ضمن اخبارنا خالد الغندور المجلس المعزول برئاسة مرتضى منصور كان دايما بيقول لنا وبيطلع معايا كل يوم يقول لنا خلصنا الصفقات والحقيقة ان الكلام ده طلعب الصحيح. مفيس حاجة خلصت مفيش صفقة خلصت كان الصفقة الوحيدة اللي خلصت كان صفقة اربابل وعقده بعد كده تم فسخه بعد ما تعاقدنا معايا وكنا محتاجين واحنا كنا عايزينه. كمان استقارية المستشار محمد عطية وعبد الحليم علي من نادي الزمالك وكمان وزير الشاب ورياضة بعد استقارية الصنائي بيحاول يتحرك لسوية الخلافات بين مجلس الادارة المعين وبيحاول انهم ارجحهم مرة تانية. كمان انباء عن اعلام المصريين بتصرف النظر عن فكرة عودة كريم حسن شحاتا من جديد لقناة نادي الزمالك واقتراب ابراهيم عبدالجواد من تقديم برنامج اسبوعي على شاشة قناة نادي الزمالك مع ظهور احمد عفيفي. كمان في زي الاخبار المنتشرة خلال الساعات الاخيرة عن مفاوضات العين الاماراتي مع طارق حامد واشرف بن شرقي النهاردة بنسمع ان اشرف بن شرقي وطارق حامد الاتنين سبحان الله موجودين في الامارات بازن من الجهاز الفني وازن من باتشيكو بيعملوا ايه? هم في اجازة. كمان الزمالك وضح اسباب التراجع عن صفقة امير عادل في بيان رسمي اصدر اه اشرف اسم المشرف العام على فريق الكرة بيان توضيحي فيما يخص موقف الزمالك من استكمال التعاقد مع امير عادل واكد اشرف فاسم ان امير عادل تم عرضه على الزمالك لكن حينما تم ابلاغ البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني تسلم بعض الفيديوهات الخاصة باللعب وطلب مشاهدة اللاعب على ارض الواقع في التدريبات من اجل حسم موقفه النهائي من التعاقد مع اللاعب. وطم اختار امير عادل وطم اختار وكيل اعماله بموقف باتشيكو وهو الامر اللازي رفض اللاعب ووكيل اعماله تقرر اللجنة بعد ذلك عدم استكمال التعاقد مع اللاعب في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم انتخاذ اي قرار قبل موافقة المدير الفني. كمان ازمة كبيرة لنادي الزمالك قبل بداية الدورة. مفيش نادي للزمالك. تبحث اللجنة المعينة لدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي عن مخرج للازمة التي يعاني منها نادي الزمالك في الوقت الحالي وعدم ايجاد ملعب لخوض المباراة المحلية والمباراة الافريقية. وجاء ذلك بعد اغلاق استاد القاهرة لدخوله في الصيانة. وخصوصا بعد رفض الامن كمان اقامة مباراة المقاولون العرب. المقاررة لها السبت المقبل في الجولة الاولى في موسم الدورة الجديد على ملعب Prest업 وكذلك ملعب الكولية الحربية والسكر الحديد تم ورفضهم. على ان يخوض نادي الزمالك مبارياته على الاستاد الوحدي المتاح ليه هو استاد الاهلي. والسلامه نادي الزمالك بيرفض تماما اللعب على الاستاد النادي الاهلي لانه ملعب النادي اهلي عميش معقولة نادي الزمالك هينزل ملعب النادي الاهلي وهينزله ارض الملعب وجنبهم صور لعبة النادي الاهلي وفي المدرجات شعار النادي الاهلي فهتكون طبعا حاجة صعبة على نادي الزمالك فحاليا اللجنة المؤقتة بتحاول تبحث عن حل بتحاول تبحث عن ملعب يلعبه عليه الفترة القادمة الحين طبعا آآ عودة استاد القاهرة من جديد. كمان اللجنة المؤقتة مبارح اخترت فرجاني ساسي بإلغاء جلسة مناقشة التعاقد بتاعه وفرجاني ساسي في حالة من الغضب الشديد والاستياء الشديد بسبب صرافات اللجنة. انا ازاي الفترة الاخيرة المجلس اللي فات قاعد يتحيل علي عشان اجدد وكل شوية بيحاولوا يخفطوا راتب بتاعي وانتو كنت هتعودوا معي وتعرضوا علي مليون وربعمائة الف دولار. وانا كنت مرحب شوية وكنا هنتكلم في موضوع الفلوس. فجأة انتو بتتراجعوا عن حد تجلسة ومش عايزين تعودوا معي فرجاني ساسي في حالة من الغضب وحالة من الاستياء الشديد بسبب تصرفات اللجنة المؤقتة. وفي كلام دلوقتي ان فرجاني ساسي خلاص خد قراره واتخذ قراره بالرحيل على النادي الزمالك وفي كلام بينه بين العين الاماراتي وبين الشارقة الاماراتي ونادي التعاون الصعودي بفرامان او بقرار من باترس كارترون. كده يكونوا سنة لنهاية حلقتنا ونهاية اخبارنا. شوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله كان معكم محمد رفعت. السلام عليكم.